بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اليوم بإذن الله سوف نبدأ في الباب السادس باب الإلكترونيات الحالة الصلبة معكم الأستاذة العنود الهملان في هذا الباب سوف نتناول الإلكترونيات من حيث المواد التوصيل تنقسم إلى ثلاثة أقسام كما نحن نعلم الموصلات وأشباه الموصلات والعوازل وسوف نتعرف على أن الموصلات فهي جميع الفلزات وتتأثر بارتفاع أو انخفاض درجات الحرارة كما سوف نتعرف أيضا على أشباه الموصلات بحيث أنها تزيد قدرتها على التوصيل متى عند التسخين وعند إضافة الشوائب عند التسخين تصبح مواد موصلة وعند الشوائب عندنا نوعين في ثلاثية التكافؤ وفي خماسية التكافؤ كذلك نتعرف على العوازل تعريفها وما هي أنواعها أيضا نتعرف على الأدوات الإلكترونية وهي تنقسم إلى قسمين مثل عندك الدايود والترانزيستور الدايود ما هو إلا وصلة ثنائية بحيث أنها تكون توصيلتها إما أمامي أو عكسي وبالتالي لها تطبيقات وأيضا الترانزيستور يتكون عندك من ثلاثي الوصلات أو ثلاثي البلورات ونتعرف على استخدامه ومكوناته بإذن الله تعالى الفصل السادس ماذا يتكلم عنه الفصل السادس؟ نحقق الأهداف ما الذي ستتعلمه في هذا الفصل؟ واحد التمييز بين الموصلات وأشباه الموصلات والعوازل الكهربائية أيضا نتعرف على معرفة كيفية تعديل أشباه الموصلات النقية لإكسابها خصائص كهربائية معينة وأيضا نتعرف على المقارنة بين الدايودات والترانزيستور عندنا أهمية في هذا الباب بحيث أن تكمن أشباه الموصلات خصائص كهربائية تمكنها من العمل موصلات في اتجاه واحد حتى تضخم الإشارات الكهربائية الضعيفة في العديد من الأجهزة الإلكترونية الشائعة وكذلك عندنا الرياضيات السريعة تستخدم أجهزة الحاسوب والأدوات الإلكترونية الحركة المضبوطة بكل من الإلكترونيات والفجوات في أشباه الموصلات لتنفيذ العمليات الحسابية والمنطقية لكن عندنا سؤال هنا فكر قد تكون رقاقة السيليكون الميكروية صغيرة إلا أنها قد تحتوي على الملايين من المقاومات والديودات والترانزيستور فكيف يمكن لهذا المستوى التعقيد أن يوجد في مثل هذا التركيب الصغير فكر عزيز الطالب وأبدأ في الإجابة إذن الإجابة ستكمن في أنها تسمح تقنية الدوائر الكهربائية المتكاملة بتجميع الملايين من أدوات الحالة الصلة ضمن حيز صغير وكانت تقنية الدوائر المتكاملة فاتحة للعصر الرقمي أيضا هذا بالإضافة إلى تأثيرها الكبير في كيفية تواصل الناس وتعلمهم والقيام بأعمالهم وحتى اللعب أيضا ولذلك يقول بعض الناس أننا نعيش الآن في مجتمع السيليكون عندنا أهداف أولا الأهداف في هذا الدرس اللي هو التعريف بالدايودات المشعلة للضو أيضا استكشاف كيف يمكن للدايود المشعلة للضو أن يكون له القدرة على إنتاج لونين من الضو هل من ممكن أن ينتج لونين من الضو؟ هذا ما سوف نتعرف عليه في تجربة والمفردات اللي عندنا اللي هي أشباه الموصلات التجربة الاستهلالية عنوان هذه التجربة كيف يوصل الدايود الكهرباء سؤال التجربة ما طريقة توصيل الدايود مشعل ضوء ثنائي اللون؟ لابد أن نتعرف على الأدوات في هذه التجربة كما نشاهد في هذه الصورة عندنا مصدر للجهد عندنا أسلاك توصيل وأيضا دايودات متصلة في الأسلاك وأيضا عندنا القرص ومصدر لقياس الجهد نتعرف على خطوات الخطوات طبعا هذا عنوان التجربة نريد أن نشاهد الأدوات كما ذكرنا مقاوم أيضا اللي هي 100 أوم لكن ما هي خطوات التجربة؟ أول شيء في خطوات التجربة واحد أن نوصل المقاومة مع مصدر الجهد اثنين أن نحضر عند توصيل الجهد لكي لا نتعرض صدمة كهربائية ولا نلمس المقاوم لأنه سوف يكون في هذه الحالة ساخن جدا ثلاثة نوصل مصدر الجهد بقابس أو مقبس موصول به قاطع التفريغ الأرضي حتى نتخلص من الشحنات الزائدة أيضا سوف ندون الملاحظات عن الدايد المشعل الضو وأخيرا سوف نضع القرص استروبوسوكوب أمام الدايد ودوره ومن ثم ندون الملاحظات الدايد المشعل الضو عندما تشاهده من خلال هذا القرص التجربة عندنا وصلناها كما في الخطوات نشاهد التجربة معا عندنا القرص وعندنا مصدر الجهد وعندنا اللي هو مقاوم وأيضا أسلاك توصيل وديودات مشعة صغيرة أحدهما باللون الأحمر والآخر باللون الأخضر وصلناهم كما ذكرنا في الطريقة ومن ثم نلاحظ إضاءة الدايد المشعل الضو الأحمر وأيضا الدايد المشعل الضو الأخضر نقربهم من بعضهما البعض وبعد ذلك نضعهم خلف القرص وبعد ذلك ندور بالقرص عند إدارة القرص والأضواق مجتمعة على بعضها البعض نلاحظ أن تحول القرص إلى اللون الأصفر إلى اللون ماذا؟ إلى اللون الأصفر وبالتالي إذن ما هو التحليل من هذه التجربة؟ التحليل من هذه التجربة في البداية أن بعد توصيل المصدر القدرة بقابس الكهرباء يصبح الدايد المشعل الضو أصفر اللون بمعنى أن حصل هناك اندماج لللون الأخضر والأحمر وأصبح لون واحد اللي هو اللون الأصفر ويشاهد عند النظر إليه من خلال القرص بطريقة متناوبة بأن الضو يجمع بين اللونين الأحمر والأخضر ويكون عندنا اللون الأصفر إذن ما هو التفكير الناقض في هذه التجربة؟ التفكير الناقض أن ينتج اللون الأصفر من دمج أو اندماج لونين أحمر وأخضر معا ولابد من فهم أن الدايد أداة توصل الكهرباء في اتجاه واحد هذه المعلومة عزيزي الطالب لا بد أن تسجلها وتدونها لديك في الملاحظات بأن الدايد يوصل فقط في اتجاه واحد الأهداف في التوصيل الكهربائي للمواد الصلبة عندنا أولا أن نعرف أدوات الحالة الصلبة ونذكر مميزاتها أيضا نوضح مفهوم حزم الطاقة ونبين علاقة أشباه الموصلات متى بتغيير درجة الحرارة هذه الأهداف المتوقعة عزيزي الطالب أن نحققها في هذا الدرس وكذلك أن نتعرف على نظرية الأحزمة وأيضا حزم الطاقة عزيزي الطالب ماذا تلاحظ في هذه الصورة؟ نلاحظ عدة مواد هذه المواد تتكون طبعا جميعها من مواد صلبة تتكون من الموصلات وهي عبارة عن نحاس فطع الذهب ومجموعة من المعادن الأخرى أيضا العوازل عندنا مثل عندنا النايلون أو الأكياس البلاستيك وعندنا الورق وعندنا أيضا الكرتون وعندنا هنا أشباه موصلات مثل ما ترونه إذن هنا قسم أنواع المواد من حيث توصيلها للكهرباء أحسنت إذن المواد تقسم من حيث توصيلها للكهرباء إلى ثلاثة أقسام ما هي هذه الأقسام؟ الموصلات وأيضا العوازل وأشباه الموصلات التي تكون بين الموصلات والعوازل في المنطقة الموسط إذن هنا عندنا نلاحظ هنا أنابيب التفريغ الأدوات هذه أدوات إلكترونية قديما هي عبارة عن أنابيب التفريغ لكن الأنابيب التفريغ عبارة عن ماذا؟ هي أدوات هذه الأدوات تدخل في تركيب الأجهزة الكهربائية عندنا أي جهاز كهربائي تدخل هذه الأدوات في تركيبه وقد استخدمت بكثرة في بداية القرن العشرين لكن هذه الأدوات لم تستمر بل تطورت اذكر أبرز عيوب أنابيب التفريغ إذن قبل قليل شاهدنا الصورة عطني عيوب هذه الأنابيب التفريغ ممتاز إذن أول عيب من عيوبها أنها كبيرة الحجم أيضا لها عيب آخر ما هو أحسنت أنها تتطلب قدرة عالية لتشغيلها وكلما تطلبت قدرة عالية عزيزي الطالب تحتاج إلى ماذا أو تنتج ماذا من القدرة العالية؟ ممتاز تنتج حرارة لكن هذه الحرارة غير مرغوب فيها وكذلك يستبدل أو تستبدل هذه الأنابيب لأنها لا تعيش فترة من الزمن طويلة فهي تستبدل خلال فترة قصيرة لذلك صنعت أشباه الموصلات متى؟ في أواخر الأربعينات في أواخر الأربعينات من القرن الماضي اخترعت أدوات الملد الصلبة وكانت بداية لثورة الأدوات الإلكترونية وسميت فيما بعد بأشباه الموصلات إذن هنا هذه أشباه الموصلات وهي عبارة عن الأدوات الإلكترونية الحديثة إذن هنا مثل عندنا السيليكون والجرمانيوم أفضل أدوات أشباه الموصلات إذن تقوم بنفس وظائف أنبيب التفريق قبل قليل شاهدناها هذه الأدوات صغيرة جدا كما نشاهدها مقارنة بالصورة الأولى فهي تتكون عندنا من أنبيب تفريق صغيرة جدا وصنعت من مواد تتوقع ماذا نسميها هذه المواد ذكرتها قبل قليل في الشرح في الشريحة السابقة أحسنت أشباه الموصلات ممتاز إذن هنا عندنا تقويم يقول لك اذكر أبرز مميزات الأدوات الإلكترونية الحديثة عندكم قبل قليل الصورة أعطني أبرز مميزاتها ممتاز جدا اللي هي صغيرة الحجم أيضا لا تتطلب قدرة كهربائية عالية جدا كمثل أنبيب التفريق القديمة فهي قدرتها الكهربائية رح تكون قليلة جدا طيب إذا كانت القدرة قليلة جدا إذن هل تنتج حرارة؟ أحسنت إذن لا تنتج حرارة كبيرة أيضا تكلفتها كيف تكون؟ تكلفتها ممتاز رخيصة وعمرها الافتراضي طويل جدا ممتاز طيب عزيزي الطالب عندك هنا سؤال للتقييم المرحلي يقول أشهر مادتين شبه موصل تستخدم بكفاءة في الدوائر الكهربائية ما هي؟ هل هي الحديد والنحاس؟ أم السيليكون والجرمانيوم؟ أم الفضة والذهب؟ أو النيكل والكوبالت؟ ممتاز جدا يأتيك العافية له السيليكون والجرمانيوم أيضا هنا عندنا يقول لك أدد مزايا الأدوات المصنوعة من المواد الصلبة اللي هي السيليكون والجرمانيوم ما هي؟ مزاياها إذن لها مزايا عديدة مثل ماذا؟ هذه المزايا أحسنت اللي هي تضخم الإشارات الضعيفة وتضبطها اثنين قدرتها كما ذكرنا صغيرة جدا وأيضا لا تنتج حرارة وبالتالي عمرها الافتراضي رح يكون طويل قد تعيش إلى عشرين سنة هو أكثر وأيضا رخيصة في التكلفة ومتواجدة بكثرة إذن هذه من أشكال الإلكترونيات في الحالة الصلبة انظر إلى حجم هذه الرقاقة بالنسبة لحجم الإصبع تصنع في أي جهاز كهربائي عندك الإلكترونيات خاصة في الساعات أجهزة الحاسوب، الجوال، جميع متطلبات العصر من أجهزة إلكترونية تتواجد فيها الأجهزة أو الأدوات الإلكترونية الحديثة أيضا عندنا من ضمن أشكالها الموجودة في الدوائر المتكاملة تكون بهذا الصورة هذه أشكال بعض من الدايودات التي استخدمناها في التجربة أيضا تتواجد عندك هذه أشكالها وأيضا عندنا الأشكال الأخرى إذن هنا عندنا العديد من أشكال الأدوات الإلكترونية الصلبة تتوفر في عديد من الأجهزة الحديثة انظر إلى حجمها مقارنة بحجم العين إذن هنا عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة ضعي علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارات التالية واحد، تعتبد الأدوات الإلكترونية على الموصلات والعوازل الطبيعية فقط هذه عبارة صحيحة أم العبارة هذه خاطئة؟ أحسنت إذن العبارة هذه طبعا خاطئة اثنين، تتفق الإلكترونيات خلال المادة في الأنابيب التفريغ لتكبير الإشارات الكهربائية الضعيفة وتفريغها ممتاز، إذن هذه أيضا عبارة خاطئة أنابيب الغاز المفرغة كبيرة مما يتطلب قدرة كبيرة هذه ممتاز جدا أحسنتم، إذن عبارة هذه صحيحة أربعة، تقوم أدوات الحالة الصلبة بمقام وظيفة أنابيب التفريغ نفسها ممتاز جدا، اللي هي عبارة هذه صحيحة خمس أشباه الموصلات من أمثلتها السليكون والجرمانيوم أحسنت عزيزي الطالب، إذن العبارة صحيحة عندنا هنا تعليل يقول لك أنابيب الغاز أو الغازات المفرغة تتطلب قدرة كبيرة مما يتطلب استبداله من سنة إلى خمس سنوات لماذا؟ أذكر السبب أحسنت عزيزي الطالب، إذن بسبب احتوائها على فتائل التسخين إذن فتائل التسخين تتطلب كمية أو تنتج كمية هائلة من الحرارة تؤدي إلى إنتاج الحرارة الغير مرغوب فيها ومن ثم استبدالها إذن ما هي مميزات الأدوات الإلكترونية الصلبة؟ كما ذكرناها، واحد أنها تضخم الإشارات الكهربائية ومن ثم تضبطها قدرتها صغيرة جداً وبالتالي لا تنتج حرارة وفهي لا تحتوي على فتائل وأيضاً لا تولد حرارة كبيرة وتكلفتها كما ذكرنا قليلة جداً وبالتالي فأن عمرها الإفتراضي يكون من عشرين فأكثر أحسنت عزيزي الطالب إذن ماذا تعلمنا في درسنا لهذا اليوم؟ أحسنتم تعلمنا الإلكترونيات الحالة الصلبة له التوصيل الكهربائي للمواد الصلبة أشكال أخذنا فيها أشكال الإلكترونيات قلنا أشكال الإلكترونيات قديماً عبارة عن أنابيب التفريق كما نشاهد وأيضاً حديثاً الحديثة تكون عبارة عن أدوات صغيرة جداً لا تقارم بالقديمة أخذنا مزاياها وأيضاً عيوبها وبذلك وصلنا إلى المهمة الأدائية سوف تتناولها وتحلها في المنزل وهي سؤال ما هي مميزات الأدوات الإلكترونية وبذلك وصلنا إلى ختام درسنا لهذا اليوم نشكر لكم حسن استماعكم ومشاهدتكم نلتقيكم غداً بإذن الله في الدرس القادم